التقى وزير الخارجية وشؤون المتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك بنايب المدير العام للإدارة العامة لعمليات المساعدات الإنسانية الإيكو في الاتحاد الأوروبي مايكل كولار وناقش اللقاء الوضع الإنساني في اليمن والتحضيرات الجارية لإنعيقاد مؤتمر الازجابة الإنسانية بشأن اليمن أواخر الشهر الجاري في جينيف وأكد وزير الخارجية أن وقف الحرب هو أهم خطوة إنسانية سيترتب عليها معالجة جميع الغضايا الإنسانية الأخرى لافتا إلى أن مليشيا الحوثي في تسييسها للغضايا الإنسانية وخلق الأزمات تسبب في تعميق حجم الكارثة الإنسانية وأجدد وزير الخارجية دعوة لتعزيز مؤسسات الدولة وخاصة البنك المركز اليمني بما يساعد على دعم العملة الوطنية وتحسين القوى الشرائية للمواطنين من جانبه أكد السيد كولر إلى التزام المانحين بمواصلة تقديم الدعم الإنساني لليمن مشيرا إلى أهمية التعاون لإنجاح مؤتمر الاستجابة الإنسانية القادم وحشد الموارد اللازمة للبرامج الإنسانية في اليمن ترجمة نانسي قنقر